اشتركوا في القناة ويكون مبسوط معاها يتصادب ان اي شافته يقولها انت هنا ليه تمشي يروح وراها عشان يشرح لها لكن بترفض تسمعه وتقوله اوعى تلمسني احنا كنا مع بعض من خمس سنين وانت دلوقتي مع واحدة تانية يقولها دي مجرد نازوة انا بحبك انتي تقوله بتحبني لحد امتى هتفضل تخليني جنبك بكلامك ده انا كبرت في ضر عاية وافتكرت انك بتحبني بجد لكن انا كنت عامية يحاول يمسكها تضربه وتتعصب وتحاول تضربها ايه وتقولها انت مجنونة مش مستغربة ان هو تخلى عنك تقولها لو ده انتي كنت افضل صاحبة عندي وكنت بديك كل حاجة انت عايزة تعملي ايه انتي عايزة ده انا كنت بعملك كل حاجة انتي ما تستحقش تكوني صاحبتي انا مش محتاجاكي تقولها ليه كان معاكي علشان بيستغلك دلوقتي اخوها يساعده في المشروع بتاعه وبتسأله لو هو كلامها ده صح ايه ويتفكر انك ويسا وانا وحش ويوريها صور ليها هي مع واحد تاني ويقولها ايه وعتتكلمي تاني عن علاقتنا وتتظهر انك بنت بريئة تقولوا انا معرفش اي حاجة عن السور دي اكيد هي مزيفة يقولها انا عفضحك بالسور دي تتوسل ليه ان هو يدهلها وانها كمان ممكن تشتريها منه يرفض ويقولها هديك السور في مقابل انك ترجع ليه تاني ترفض يتعصب عليها ويدرع وييجي مينج اخوه الكبير ويدربه ويقوله ابوك قالك ما تعملش اي مشاكل يقوله انا اسف دي كانت حدثة ويمشي يقوله مينج استنى السورة ويدهاله ويقوله انا مش عايزة السورة دي تكون موجودة في اي مكان تاني وإلا مش هتكون في الشركة ويتطمن مينج عليها ويروح البيت يحاول يتطمن على رقابتها تبعده وتقوله انت بتعمل ايه يقوله انا بطمن عليك بس وتسأله انت ليه عن قفطني يقوله انا كنت في نفس المكان بالصدفة وكمان ليه اخويا تسأله عن السورة يقوله ما تلاقيش انا اطعتها تقوله عايزة اشرب حاجة توم بسرعة تدور على السورة وتلاقيها في الجاكت وييجي وتقوله مش انت دل في السورة يقوله اسمعيني انا اشرح لك تقوله انت وهو اخوات كنتم متفقين علي تمشي ويروح وراه ويوقفها يقولها لما كنت في المالها الليلي كنت خايف انك تكون في خطر لوحدك فكنت معاك مش اكتر تبعده وتمشي ويفكر وهم صغيرين سوا لما ادها سلسلة ويقولها مش فاكراني كن في البيت وتكون امها بتصرخ لابوها لانها لانا على ابنهم ان هو مصاب وعاد برا وكمان اتقبض عليه وتكون لوسة معاهم وتقول الام للاب انت السبب انت اللي خلته يسافر علشان يدرس ده عليه ديون بستة مليون تيجيلوه تقولهم ما تلاقوش اكيد هتلاقي حل تقولها امها حبيبك اللي غني فين تقولها انا سبته تتصدم امها وتقولها انت من غير قلب اخوك هو عيلتك هتعملي ايد الوقتي من غير حبيب اطلبه منه انك ترجعيلو ترفض طبعا له تتعصب امها وتقولها انا استفدت ايه من تربيتك معانا يا ريت اسمعي كلامي تقولها لو انت مش امي ليه اسمع كلامك تحيل عليها مرات ابوها كتير ابوها علشان يخليها توافق ترجع لحبابها القديم وتبكي يقول لها ابوها مفيش طريقة تانية انا مجرد مدرس بسيط وفلوسي قليلة ترفض وتقوله لو كان ده حصل لي كنت هدخليها من كده علشاني ولا لا علشان هو ولد وانا بنت انا كل حاجة كنت بديها لي من وهو صغير انا مقدرش اعمل كده ولا انت بتعمل كده عشان مراتك جابت ليك ولد وانا امي جابتني بنت يتعصب الاب ويجي اضربها يمسك ايده منجي ويسأله انت مين يقول لها انا اكون خطيب بنتك مقابل ستة مليون يتصدم وتعرفه الام انه هو اخ ليه الكبير تتصدم لو تقوله مين ده مين اللي خطيبي انت ملكش دخلة في اي امور العيلة توافق امها على طول بسرعة وتاخد منه الفلوس وتكون مبسوطة وتقول لابوها فكر في ابننا ويوافق كمان ابوها تتصدم طبعا بنتهم لو وياخدها منجي ويمشي حاول تكلم ابوها ميردش عليه يقول له انت مش مبسوطة بسبب لامك وابوك عملو فيك بالتاريق عليا يقول لها تجوزيني وتقدر تنتقمي من لي تقول له وانت بتساعدني ليه يقول لها بسبب السلسلة تقول له ازاي يقول لها ولا حاجة وبعد ست شهور تقدر تطلب الطلاق لكن خلي بالك قانون عيلتي صارم وتوافق وتوعده انها تتجوزه تصل بالسكرتير يساعده ان يعمل مؤتمر ينشر فيه خبر خطوبته ويتم فعلا الاعلان عن الخطوبة وانها هيتجوز قريب وتقول يوم زفافية يكون الشهر الجاي يوم تمانية وتكون صاحبتها غيرانا منها من الابتدائي تكون عايزة تاخد منها فلوس لانها سمعت انها تتجوز ابن واحد غني ويتصل بيه ابوه علشان عايز يشوف خطبته ويقول لها تتصدم لانها مش جاهزة علشان تقابي عيلته يقول لها ما تقلقيش ويديها هدية فيها فستان ويروحوا لابوه امه ويقول له ابوه اخيرا رجعت وانت عملت مؤتمر صحفي علشان تعلن عن خطبتك مش دي البنت اللي قدتلك عليها يقول له مينج مش هتجوز غيرها وينادي عليها تتصدم الام وتقول له مش دي اللي كانت مع اخوك وتتعصب امه ويقول لهم مينج مش مهم اللي حصل قبل كده ده لازم تعرفوا ان هي خطبتي دلوقتي انا رجعت بس علشان ادعمك ويوم فرح الشهر الجاي مع له طبعا ابوه بيتعصب ويقول له الجواز مش لعبة وكمان دي كانت حبيبة اخوك وما تعرفش من عيلة مين يقول له مش مهم اهم حاجة تساعدتني كتير في الشغل وكمان خلاص الخبر انتشر وانت كمان مش بتعتبرني ابنك تقول له امه اصدك ايه رغم اني مش امك الحقيقية لكن افضل من اللي ثبتك في الدر الايتام يقول لها الاب بكفاية طبعا تتعصب له تقول لها مش ممكن تقولي كده انت بتقوله على امه وحشة طب بص لنفسك الاول تقول لها امه انت مين عشان تكلميني كده تقول لها انا خطبته انا اللي اعلن عنها انه هو يتجوزني يقول لها منج ايوة دي خطبتي ايه وضعي كانت في العيلة هي هتكون زوجة الرئيس في المستقبل ويقول ابو خلي تتعلم وتشتغل في الشركة لو هتكون مراتك انها هتكون زوجة في عيلة غنية مش موضوع سهل وبعدين يقول لها منج انها من الافضل تكون سكرتيرا عشان تفضل جنبه وبتتخيل ان هي معاه وبتساعده ويلا يأثر حانا يفوقها تقوله انها قلقانة من الشغل يقول لها ما تلاقيش ولما تشوفه حبيبة لي تتصدم وتديها مستندات تديها للرئيس لكن بتوقعها على الارض واتميل تجيبها تقول لها هنشوفها تستحملي قد ايه وتطلب انها تجيب لها مية طرف وتقول لها ايه ازاي تكلمي اللي اكبر منك كده ويتكلموا عنها الموظفين انها انها غير مهزبة وتجيب لها المية وبتضلوها اشيء عليها ايه اللي حصل تقول لها شيء ما تلومنيش انا معرفش ان المية صخنة قوي كده ويأتني بيها منج وبتشوف لو وشي ايه وتقول لها ايه انت عايزة تنتيمي مني عشان كده عملت فيها كده تقول لها مينج وتعرف ان اللي عمل كده فيه مينج وانها بتوقع نفسها منها على السلم ويروح المستشفى وتقول لها مينج انا ما عملتش ليه حاجة يقول لها ما تخفيش يجي الدكتور ويقول لهم هي فيك دمات في جسمها لكن الطفل مات يتعصب ليه وينشر الخبر انها وقعت ايه وانها عندها ضغينة منها لانها سرعت حيبها القديم ويشوفهم الصحفيين واسألوها هو انت كنت عارفة انها حامل وتيجي السكرتيرا وتقول لهم ان شركتنا خسرت كتير بسبب الخبر ده تمسكه وتقوله بسرعة سيب البنت دي وسلمها للشرطة بسببها الشركة عطقع يقول لها اكيد هلاي طريقة تانية ويروح لاخو المستشفى يقول له اخوه انت هنا ليه يطلع في لاشا ويقوله ما تعملش اي خدع معايا ويتصلم ليه ويه ويتنشر فيديو ليه وانها بتوقع نفسها منها السلم وتعرف له ان مينج معايا الفلاشة وانه لو نشر الفيديو وتقول لها انا عايزاك تشغالي اخوكي معاك في الشركة تقول لها انا مجرد سكرتيرا مش هادر اشغاله تقول لها امها انت اكيد بتخططي علشان تقضي الشركة لوحدك يقول لها اكيد لا انتو مش كيفاها بعتوني المينج ويجي مينج ويسألوا عن مؤهلاته ويكون ما عندوش اي مؤهلات ويرفض يشغاله تقول لأمه اول الستة مليون اللي انا اديت هوملك وبتعتذر لو علموها عملاته يقول لها انت ملكش دم وتكون شايفاهم السكرتيرا وتتعصب وتقول مش ممكن تاخذي مني مينج وتقابل مينج وتقول له مش ممكن تتجوزها ابوك وعدك انه هيديك خمسين في المية من الاسهم لو اتجوزت ليه ما تتجوزنيش وتكون سامعهم لو ومينج بيرفضها اوعي تجي هنا تاني وتمشي وتدخل لو وتقول له هو انت تجوز تاني عشان الاسهم مش اكتر انا بالنسبة لك كنت مجرد لعبة علشان مشروعك وبعدين تسيبني من غير رحمة ارجوك ما تأذنيش وتمشي يقول لها استني السلسلة اللي معاكي تقول له شخص الدهالي يقول لها انا اللي اديت هالك لاني كنت عايزة تجوزك لما اكبر تقول له انت بتغدعني انا مش مصدقاك يقول لها انا بحبك انا ميستك بسبب القلادة دي وتفتكروا انا عملت كل ده علشانك علشان قدر اكون معاكي لازم تصدقيني وتصدقوا يقول لها يلا علشان تستعيد للجواز ويروح علشان يتصوروا صور الزفاف ويختاروا الصور وهي بتتصور يحاول المصور يقرب منها هو يشوفه ويدربه ويتطمن عليها ويمشي وبتكون اللي قالت له يعمل كده السكرتيرا وبعدين تجي لها السكرتيرا وتقول لها ممكن تجوزيني منج او مش بيحبك وتكون بتكلمه تاخد منها التليفون وتقفاله وتقول لها انا عايز اقول لك الحقيقة القلادة دي اللي انت لابساها مش بتاعتك ومش انت الشخص اللي بيدور عليه انا اللي ادال القلادة مش انت انت سرعت حاجة ملكي وانت اللي ولعت النار في دار الايتام لو عارف انك حاولت تقتليه اكيد هيكرهك مش ممكن يعرف ان البنت اللي حبها حاولت تقتله هو يعرف منج ان السكرتيرا يطلعها الحقيقة وتكون اللي في مالها ليلي وسكرانة ويجيو ناس ويعودوا معاها يحاولوا يقربوا منها وياخدها منج ويدربهم ويتطمن عليها تقول انا مش محتاجاك يقول انا بحبك لا سوء تفاهم اهم حاجة ان صاحب القلادة بيحبك انا بحبك وفجأة يجي الشخص ويدربه على راسه يفقد الوعي وفي يوم زفافها يجي السكرتيرا ويقول لها ان السيد منج فقد الزاكرة انت ليه مصرة نعمل الزفاف تقوله لو انه قال لي انه هيعمل زفاف كبير ويتصل الشخص بالسكرتير وتيجي السكرتيرا وتهنيها وتقول لها منج هيسافر معايا النهاردة تتسدم زفافك هيخلص هنا تسألها زي هيسافر معاك وتوريها القلادة اللي ادهالها وهم صغيرين انتي مش هتقدر تهزميني وتقول ليه كل الناس اللي بحبهم بيسيبوني ويعملوا الزفاف وفجأة بيجي منج وتسأله هو انت هنا ليه وازاي يقول لها انا اكيد هنا علشان فرحي ويتقدم لها للجواز وتوافق وكا تنتهي الدرام اشتركوا في القناة